أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأخص الذي بارخنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذ من دونه وكيلا ذرية من حملنا معنوه إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجأسوا خلال الديار وكان وعدا فعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما لو تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للذي هي أغرم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخيل وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أمزمناه طائره في حنوقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا إن قرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهددا فإنما يهددي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضل بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغا عيدك الكبر أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جلاح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضا معهم بتغاء رحمة من ربك تغجوها من ربك تغجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبصتها كل البط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يرصد الرزق لمن يشاء ويغدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا آقا نحن نغزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تغربوا الزلا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حظم الله إلا بالحق ومن قتل مغلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا لا تغربوا مالا اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الجيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تغف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تبشي في الأرض مرحا إنك لا تخلط الأرض ولا تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيء عيد ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ويقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفضلون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفوهو في آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يسمعون به إذ يستمعون إليك إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظروا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كنوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطاكم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يا زغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضل بعض النبي على بعض وآتينا داود زبورا قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين دعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربوا يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مصطورا وما ملعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقد مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي يرينك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة بالقرآن ونغوفهم فما يزيدهم إلا تغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوه إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت تينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لإن خرتني إلى يوم القيامة لا احتنكن ذريته إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضبو في البحر ضل ما تدعون إلا إياه فلما لجاكم إلى البرع أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يصف بكم جانب البرع ويرسل عليكم حصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاسفا من الريح قاسفا من الريح فيورقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البلد والمحر وعزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل ناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بأميره فأولئك قرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضن سبيلا وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرا وإذا لاتخذوك خليلا ولولا ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف المامات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عساء يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعراض ونا بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الله من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولي شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجرك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولن قد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنم فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وضبما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما وارفاتا أئنا لم بعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم واجعل لهم أجلا لا غيب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسأتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى دسعات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لا ظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت من زل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائب وإني لا ظنك يا فرعون مثبورا فراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقنا هو من معه جميعا وقلنا من بعده لبني صائل أسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآلا فرقناه لتقرأه على الناس على محسن ونزلناه تنزلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويأخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل دعوا الله ودعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأثناء الحسنا ولا تجهض بصلاتك ولا تغافت بها وابدغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحا لأن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه يبدا وينذر الذين قالوا ابتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باطع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسبا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم عسبت أن أصحاب الكهف والرطيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فدية إلى الكهف فقالوا رب لا آتنا من لدوك رأمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا رب لا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افتقى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم الفقى وتعى الشمس إذا طلعت تساغر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت غردهم ذات الشمال وإذا غربت غردهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم لقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصط ذراعي بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورطكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى ضعما فلديهم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ساتة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وسامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدة ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لرب لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تصعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشق في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين دعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد سينة الحياة الدنيا ولا تتع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وسات مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرط متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم ثم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمغ فقال لصاحبه وهو يعاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما ظنات بداره أبدا وما ظن ساعة طائمة ولئن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نضفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ذرني أنا قل منك مالا وولدا فأعسى ربي أن يمتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا سلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفي على من فق فيها على من فق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتي لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصر له من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلوا من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبلون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عيد ربك ثوابا وخير أملا ويوما سير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسط عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عددا ويوم يقولنا دشرك أي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كبروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذر هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعوض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم كنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجلهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلم وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه أخواتنا وداءنا لقد لقينا من سبرنا هذا نصبا قال رأيت إذ أوينا إلى الصخة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وادغل سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا لبغي فارتدى على ثاني ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا أتينا ورحمة من عيدنا وألمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانصلقا حتى إذا وكبا بالسبيلة خرقها قال أخربتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا تلهقني من أمري عصرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقدله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا